الصباح الفول عليكم لو كنت بالنهار ومسائل فول عليكم لو كنت بالليل في الفيديوين اللي فاتوا وتكلمنا عن ازاي نختار حبوب القهوة بتاعتنا وازاي نختار درجة التحميس وايه الفروقات ما بينهم ووقفنا عند ان احنا درجة التحن دي هتختلف من اداة للاداة تاني والفيديوين على فكرة هتطهلكم في الديسكريبشن عشان لوحد احتاج نوارج عليهم تاني النهاردة بقى نتكلم عن الادوات اللي نستخدمها عشان نعمل القهوة ونقول درجة التحن بتاعت كل واحدة فيهم ايه عشان الماضي بقى سهل كده علينا فناخدها كده واحدة واحدة ويلا بينا اول حاجة معانا هي كانكة القهوة الكنكة النحاس الجميلة اللي بنعمل بها القهوة التركي بتاعتنا ودي اقدم واول اداة اتعامل بها القهوة وتعرفت بها في العالم كله الكنكة دي عشان نعمل بها القهوة بنحتاج ان تحنة القهوة تكون نعمة قوي اشبه في القوان بتاعها للدقيق وديها تبقى اول حاجة هنستخدمها معانا تاني طول بقى معانا هي السيفون السيفون هي عبارة عن اداة كده بعمل بها القهوة عن طريق خاصية الفاكيوم او التفريغ ان انا بفرغ الهوى فبينتج عندي المية تختلط مع البن يعمل القهوة يعني لو انت عندك التول دي او الاداة دي فانت هتحتاج عشان تعملها ان انت تطحن البن الطحنة وسط بتبقى اشبه شوية بقوام الشاي تالت اداة معانا بقى هي مكنة الاسبرسو وديكت حاجة غريبة ان الواحد كان فاكر ان المكابوت اخترعت الاول بعد كده مكنة الاسبرسو لكن طلع العكس ان المكابوت اخترعت الاول وبعد كده مكابوت اخترعت بعد كده ولو عندك مكنة الاسبرسو زي اغلبنا يعني ما عنده فانت هتحتاج تحنة تكون نعمة اخشن شوية من تحنة القهوة التركي رابع بقى طول موجودة معانا هي الكاليتا وهي كانت اداة ياباني عملوها عشان تعمل القهوة عن طريق الفلتر طبعا الكاليتا شكلها زي ما انتو شايفين كده هو عامل زي الكون يعني المخروط شوية لكن مش نازل مخروط قوي نازل مسلوب شوية على شكل مسلس لو انت عندك الكاليتا دي او تحب بنا تستخدمها فلازم تعرف ان الطحنة بتاعتها بتكون وسط لنعمة يعني ما بين طحنة السيفون وما بين طحنة الاسبرسو بعد بقى ما وصلنا للكاليتا وصلنا للفي سيكستي وهي تقريبا نفس الفكرة بتاعتها بس الشكل مختلف شوية الفي سيكستي نازل مخروط كامل من غير الجزء المسلوب على شكل مسلس من تحت ده وبتاخد نفس الطحنة بتاعت الكاليتا ما فيش فعل اي اعمره بعد كده معانا الفرنش برس الفرنش برس هي اداة سهلة جدا ولزيزة جدا بتطحن فيها البن طحنة خشنة بتكون اشبه بالملح البحر شوية بتحط فيها القهوة وتحط عليها مية سخنة لمدة 4 دقاقية بعدك اذا بتكبس المجبس بتاعتها بتشرب القهوة وتعامها جميل جدا تنميزها طحنة خشنة بعد كده معانا الامريكن كافي او ال دريب كافي اللي هي المكينات اللي بتتعمل القهوة والللي بتستخدم القهوة بالتنقيف دي بتحتاج طحنة بتكون نقدر نقول طحنة وسط شبه الطحنة نفس النوع الطحل وهي بتنتج طبعا امريكان كافي بتكون اخاف شوية من الاسبرسو مثلا بس تبقى لطيفة وصلنا بقى دلوقتي للكيميكس الكيميكس من الادوات اللي بتعمل بيع القهوة المفلترة واداية كويسة وكل حاجة لكن يعني انا بالنسبة لي ما بفضلهاش شوية لانها ببقى اغلب الجسم بتاعها بيكون ازاز فده حتى لو عندك اطفال او انت ممكن تقع منك او حاجة فهتعمل مشكلة كبيرة عندك الكيميكس هي اداية جميلة جدا وبتحتاج طحنة من خشنة لوسط بتبقى اشبه شوية بحبوب الرمل فهي دي طحنة بتاعت الكيميكس ومعانا طبعا الموكابوت اه دي الاداة اللي بنعمل بيها برضو قهوة اسبرسو زي الماكنة تاعت الاسبرسو كده بس طعم بتبقى اداة بتتحط على النار بدل ما هي بتبقى ماشيين قايمة بذاتها طحنة الموكابوت بتبقى طحنة نعمة زي طحنة ماكنة الاسبرسو بس يستحسن انها تكون اخشن شوية منها يعني طحنة الموكابوت هي نعمة اه بس درجة اخشن شوية من درجة الماكنة بتاعت الاسبرسو يعني ممكن لو قلنا انها تبقى طحنة وسط نعمة يمشي الحال فهي دي طحنة الموكابوت بحيث انها تزبط معاك الطعم اكتر يعني وصلنا بعد كده لسنة 2005 لما الان ادلر اخترع الاختراع السحري الفضيع اللي انا عن نفسي بعشاؤه بستخدمه كتير جدا الا وهو الايرو بريس الايرو بريس ان انا كلها بلاستيك فما فيش فيها اي ضرر مثلا زي مثلا ما تكلمنا على الكيميكس مثلا كلها ازاز لا دي لطيفة جدا والميزة اللي فيها بقى انها بتاخد اي طحنة من اللي احنا قلناهم اللي فاتوا دور كله يعني بتاخد طحنة نعمة طحنة خشنة طحنة وسط كل ده بنستخدوم في الايرو بريس وان شاء الله بإذن الله بعملكم فيديو لها بالطرق اللي بتتعاني بها الايرو بريس وبالطرق اللي انا بفضلها انا نفسي يعني في عمال القهوة بها وبكده يبقى خلصنا تقريبا اغلب التولز اللي بنستخدمها في ان احنا نعمل بها القهوة وان شاء الله بإذن الله بقى الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن حاجة جديدة مع بعض كده عن القهوة ويا رب تكون السلسلة جميلة بالنسبة لكم والفيديوهات لطيفة ودماء خفيف ومع السلامة